سبع الخير معنا الأستاذ المهندس خالد ويسر رئيس خصمي وكافحة بإدارة بسونة زراعية وإحنا بحوض الغفارة هتبع لجماعيات بر الحماء عند أحد حقول الخطم. هيكلمنا عن الصنف ومواصفاته. السلام عليكم الله وبركاته. طبعا تشرفتونا النهاردة ونورتوني. ده صنف جيزة 97. الصنف دي كان مزروع السنة جامد اللي فاتت في مركز. والسنة اللي كان 94. صنف ده مواصفاته وانه صنف غزير الانتاج يعني بدي من 11 للتناشر قطار لو احنا اتبعنا التوصيات وزابة الظراع. طبعا في الاجواح الحر اللي احنا مرت بها البلاد اه في خلال السنة دي. انا كنا وسطنا الساد المزارعين ان هما يجربوا فترات الري. الساد المزارعين طبعا اه كالعادة بتاعتهم كان هما بيروا مسلا كل عشرين يوم خمسة وعشرين يوم. فيحنا نبهناهم قلناهم توصيات وزابة الزراع ان انت تتجل فترات الري مثلا من عشر الاثناشر اه يوم من الريا والاخرى يعني. طب هو معد الزراع كان مؤسف في الانتاجها والسيس خالي. والله بالنسبة طبعا احنا اه الصنف ده يعطى صنف متأخر شهر يعني اه وزارة الزراعة اه في حسن على حسن مواصفات الصنف انه ده الصنف ده بيتزرع بعد محصول القمح. طبعا احنا عارفين الاول ان الاصناف الهو مسلا زي جيزة ستة وتمانية اللي كانوا ازرعه زماني هنا في باسيون. اه كان بيبدأ الزراع مسلا من خمستاشر تلاتة. اه ولكن هذا الصنف بيبدأ من خمستاشر اربعة. يعني فرج شهر بين الصنف ده والصنف دي. وممكن زراحته برضه في شهر خمسة بعد الغلة. بعد انت بتشيل محصول الغلة بتزرع المحصول ده. ولكن فيه توصيات معينة. توصيات معينة بحسن ان انت لو مش شدتها بعد التوصيات دي بتجيب اعلى انتهاء. بتجيب وتوصل احضاشر جنتار في الفدان يعني. طيب اهم الافات اللي اثرت على انتجت الجطن السنادي والله احنا طبعا فيه اه فيه اافة بسيطة خالص. اللي هو حشرة الجسد بالنسبة للسنين اللي فاتت. ولكن نزلت بغزارة السنادي هي والزبابة البيضاء. يعني الجسد والزبابة البيضاء يعني اثرت في الészل في معظم من الاراضي اللي هما اه ما ما اهتموش بعملية الرشل. ولكن هي 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 حشرة بسيطة جدا. اللي هي الجسد. اثرت عن الموال خضري فبالتالي اثرت نموت سمر. لو انت قومتها ورشيت المبيض المناسب له خلاص بتتخلص منه ومتأثرش على انتال. ولزاك احنا اهتمام المزارع بعملية الرش وعملية الري ده بيخليه يدي انتال لانه بيحافظ على المحصول الورقي اللي هو الاوراق بتاعت النبات. والاوراق زي ما احنا عارفين حضراتكم يتطاولوا المصنع بتاع النبات. طيب السياسة السريعة للصوم في السنة دي. والله يا حضرتك بالنسبة للاسعار طبعا احنا بغلنا ثلاثة اربع سنين والمزارعين عارفين الكلام دي. ان احنا بنتبع موضوع المزار. يعني طبعا احنا بنتجمع في نفتاح مجمعات معينة. باستاذ المزارعين بيتوجهوا للمجمعات دي. وبيودوا القط وبعد ين بيتم وزن القط وفرزه. ويتم بعد كده المزاد بيحدد معادة المزاد. وايضا مسموح لستاذ المزارعين ان هم هيحضروا المزار. يعني ممكن بالبطاقة بتاعته او بتصريح من الجماعية بتاعته. لو عاوز يحضر المزاد. يحضر المزاد عادي خالص. عشان يعرف المزام الموجود يعني. اه. وطبعا بالنسبة للمزادات ده هي بتدي المزارعين الحقوق بتاعته. لان الاول ما كانش فيه مزادات. وكان اه حج المزارع بيضيع. لكن في الاوينة الاخيرة موضوع المزادات دي بيخلي المزارع ياخد حجه اه في السعر. زي ما احنا عارفين ان مثلا حوالي احطاشر اتناشر شركة بيتنفسوا على القط وبياخد القط نزي كان يصدرواه برا ويستخدمواه داخلي. والمنافسة دي احنا في صالح المزارع. احنا بنشر البشمندس خالد على هزا اللقاء. شكرا جزيلا وحضر شرفتين ونورتين. شكرا جزيلا.